السلام عليكم ورحمته وبركاته أصعد الله أوقاتكم أبناء وبناتي طلاب وطالبات الصف الثاني السنوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات منصة البث المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم المصرية معكم محمد علي معلم أول اللغة العربية بمدرسة المتفوقين بالبحر الأحمر اليوم بإذن الله نستعرض أول مراجعة لفرع القراءة المتحررة نبدأ وعلى الله التوكل بعد أزيبد نستعرض أبناء الطلاب الأهتاف التي من المفترض أن نحققها أن نحققها بعد نهاية الدرس أولا علينا أن نستنتج الفكر الرئيسة والفرعية فيما نستمع إليه أو نقرأه بمعنى أن نحن هيتعرض علينا مقال من المقالات قد يكون هذا المقال علمي قد يكون هذا المقال أدبي قد يكون علمي متأدي قد يكون فلسفي أي أن كان نوع المقال أو أسلوب الكاتب علينا أن نحن نقرأ كل فقرة أو كل فقرة على حدة بمعنى أن نحن نطلع فكرة أو نستخرج فكرة رئيسة لكل فقرة على حدة ثم نكون فكرة رئيسة أو عنوار رئيسي للمقال ككل اتنين طبعا علينا ان احنا نحدد مقاصد ومعاني الكلمات فيما نستمع اليه وفي ذلك طبعا احنا عندينا قاعدة اساسية او قاعدة ذهبية بتقول ان الصياق يفضح المعنى بعد ذلك طبعا علينا ان احنا نحدد الاسلوب او الخصائص الاسلوبية بالنسبة للكاتب هناك بعض الكتاب من يعتمدون على الاسلوب السردي هناك بعض الكتاب من يعتمدون مثلا على اسلوب ذكر الامثلة والشواهد هناك بعض الكتاب يميلون الى الاساليب العلمية وسرد الحقائق لا اقل ولا اكثر لكل كاتب من الكتاب اسلوبه ومنهجه ومنهجه الذي ينتهجه العلاقات بين الجمل طبعا احنا عددين موضع العلاقات ما بين الجمل هذا موضوع علينا ان احنا نحدده بصورة دقيقة جدا ونركز في الجملة بطريقة صحيحة لانه هو يعتبر محل سؤال بالنسبة للقراءة المتحررة وبالنسبة للقراءة وبالنسبة للنصوص الشعرية وبالنسبة للنصوص النثرية كذلك نتعرف طبعا على المغزى الضمنية التي يقصدها الكاتب المغزى الضمني ابناء وبنات الطلاب لا يظهر بصورة مباشرة من خلال المقال ابدا ولا من خلال الفقرة ولكن هو يكون المغزى الذي يبتغيه الكاتب من وراء كتابته لهذه الفقرة او لهذا المقال ككل بمعنى انه مش هيظهر بالصورة مباشرة ولكن علينا ان احنا نعمل عقولنا حتى نصل اليه بصورة صحيحة او نصل الى المغزى الضمن الصحيح او المضمون الصحيح من وراء هذا المقال او من وراء هذا او من وراء هذه الفقرة نبدأ باللغة التوفيق طبعا احنا عندينا التدريب الاول علينا ان احنا نقرأ بصورة جيدة بحيث ان احنا نقرأ الكلمات بطريقة صحيحة نفهمها ليتبين مقصودها امامنا ثم نحللها ونبين معناها ومقاصدها ومعنى الجمل ومقاصد الجمل ثم بعد ذلك نجيب عن السؤال حتى يتسنى لنا الاجابة بطريقة صحيحة المقال الاول ابناء وبنات الطلاب المقال يقول يقول العقاد متحدثا عن ابو العلاء المعري وانا ممن يحبون ابو العلاء وممن اطالوا قراءته في اول عهد الشباب وما احسب احدا من الشبان المشغولين بالادب لم تنضي عليه من تنضي به فترة معرية في باكورة كفاحه حين تصطدم احلام الصبا بمتاعب الدنيا وتجارب الايام فهناك اي في هذه الفترة ابناء الطلاب يروقنا التشاؤم اي يعجبنا التشاؤم ويعجبنا من يعيبون لنا الحياة ثم نخرج من هذه الربقة فنعاودها معاودة الحنين الى تلك الباكورة المشتهى ونقرنها بذكر الشباب وذكر الاحلام ونعطف عليها كما يعطف الرجل الجلد على بكاء طفولته وهي لا تستوجب بعض ذلك البكاء رجل الجلد او الرجل الجلد ابناء طلاب طبعا اللي هو الرجل الصبور يعني فما زلت اعتقد وازداد مع الايام اعتقادا ان بغض الحياة اثأل من حب الحياة وان الادوات النفسية التي نلمس بها الام الحياة اعم واشيع واقرب غورا من ادوات النفس التي نلمس بها افراح الحياة العليا ومحاسنها الكبرى فالفرح اعمق من الحزن في رأيي ولا مراء وليس الحزن قدرة بل هو انهزام امام قدرة اما الفرح فهو القدرة والانتصار والدكتور طاها اقصد طاها حسين لفرط حبه ابا العلاء يتهم نفسه بمحاباته فيقول قل اني اؤثر ابا العلاء واحابيه وارضى منه اشياء لا ارضاها من غيره فقد لا تخطئ ولا تبعد وانما اسجل خواطر اثارتها في نفسي عشرة ابا العلاء في سجنه وعدت من نصحونا بان ننظر الى ما قيل لا الى من قال فكتبت قبل ثلاثين سنة اه قبل ثلاثين سنة في مذكرات التي جمعتها باسم خلاصة اليومية انها قاعدة لا يصح اطلاقها على كل حال فالكلمة تختلف معانيها باختلاف قائليها الفقر الاولى ابناء الطلاب الاسئلة المدرجة وخاصة بهذه الفقرة السؤال الاول بيقول مرادة كلمة الربقة في الفقرة الاولى خلي بالك ابن الطالب دايما المعنى الملتبس عليك بتفضحه او يفضحه الصياق اي يفضحه المعنى ناجي اه ناجي كذا نبص ناخد الجملة من بعد هذه الفاصلة يا شباب بيقول فهناك يروقنا التشاؤم ويعجبنا من يعيبون لنا الحياة ثم نخرج من هذه الربقة فنعاودها معاودة الحنين الى تلك الباكورة المشتهى اي رأيكم اي كلمة من هذه الكلمات تناسب كلمة الربقة وتناسب المعنى التي اتت من اجله هذه الكلمة كلمة البداية ولا كلمة الحيوية ولا كلمة القيد ولا كلمة القبول لا اسمع من يقول لي ان انسب كلمة لهذه لمعاني هذه الكلمة او لسياق هذا المعنى هي كلمة القيد بالضبط ابناء الطلاب هي كلمة القيد ليه لانه هو الراجل اعتبر اني حنينوا لأيام هذه الايام التي تتسم بتشاؤم واعجبنا بهذه الايام اللي دائما ما الناس يعيبونها لنا هذا كله قيد من القيود الذي دائما ما نحن اليه ثم نعاود اليه مرة مرة اخرى قال الثاني يا شباب بيقول مضاد كلمة باكورة في السطر الثاني والرجل بيقول ما احسب احدا من الشبان المشغولين بالادب لم تنضي به فترة معرية في باكورة كفاحه ايه يعني باكورة كفاحه يا شباب باكورة الكفاح هي بداية الكفاح ونحن عوزين مضاد هذه الكلمة اذا المضاد الطبيعي او المناسب هو كلمة نهاية السؤال الذي يليه شباب ما الذي تمثله الفترة المعرية من خلال فكر وعقل الكاتب شباب هل هي فترة تنعم بالسعادة والبهجة واللهي فترة تختلط فيها الامور واللهي فترة ترتبط فيها امالنا بصعوبات عدة واللهي فترة تمثل لنا ذكريات باهتة الوضوح الفترة المعرية الفترة المعرية التي تكلم عنها الكاتب بانها فترة تصطدم فيها احلام الصدى بمتاعب الدنيا لانه هو بيقول انا ما احتكرش ان اي حد من الشباب المشهولين بالادب ما تمضيش عليه فترة من الفترات اللي هي عدت على قبل علاء المعرية او مر بها قبل علاء المعرية اللي هي فترة الكفاح اللي بتصطدم فيها الاحلام بمتاعب الدنيا اذا الاجابة الصحيحة يا شباب اذا هي فترة تختلط فيها امالنا بصعوبات عدة الاختيار رقم جيم السؤال ده جميل جدا يا شباب لانه دايما خلي بالكم الاسئلة المقالية او الاسئلة اللي تعتمد على المقال ككل او الكلمات او الجمل دايما بيجب لي موازنة ما بين عملين ما بين كلمتين ما بين تعبيرين خلاص فاحنا السؤال ده بيتكلم طبعا في صياق الموازنة بيقول الحزن انهزام امام قدرة والفرح هو القدرة اللي هما الجملتين دولي شباب اللي هما بعد علامة التعجب بيقول وليس الحزن قدرة بل هو انهزام امام قدرة واما الفرح فهو القدرة والانتصار كلمة قدرة اللي هي في الجملة الاولى وكلمة القدرة اللي هي في الجملة التانية في الموازنة منهم هما الاتنين يا شباب هما الاتنين مقصودهم واحد ولا الاولى مقصودها فرحة وسعادة والتانية نجاح ووصول ولا الاولى انتصار والتانية مطاعب الحياة وادواتها القاسية ولا الاولى مقصودها مصاعب الحياة وادواتها القاسية والتانية وصول نجاح اي رأيكم يا شباب هو بيقول في الجملة الاولى وليس الحزن قدرة بل هو انهزام امام قدرة يعني انهزام امام مصاعب اذا في الجملة الاولى القدرة هي المصاعب هي المشاق التي تقابل الانسان طيب في التانية بيقول اما الفرح فهو القدرة يعني هو النجاح اذا الجملة المناسبة او المعنى المناسب لكل الكلمتين او لكلتا الكلمتين كلمة قدرة وكلمة القدرة على الترتيب يا شباب هتبقى طبعا الاولى مقصودها مصاعب الحياة وادواتها القاسية والتانية طبعا الوصول والنجاح رقم خمسة يا شباب بيقول التركيب اللغوي اقرب غورا في الفقرة الاولى كلمة اقرب غورا يا شباب اللي هي في السطر التاني اللي هي موجودة عندنا في الفقرة دي طيب الكلمة دي بتقول دلالتها ايه يا شباب دلالتها ان الحزن والهم عميق الشعور ولان الحزن والهم سطحي الشعور ولان السعادة لها معاني سطحية ولا ان الفرحة لا تقدر بسمان ايه رأيكم يا شباب كلمة اقرب غورا اقرب غورا معناها ان هي اقرب الى السطحية بمعنى ان هي عامة ومنتشرة جدا لذلك الادوات النفسية اللي احنا بنلمسها من خلالها هي كثيرة جدا لذلك لحظات الحزن ولحظات الكآبة اللي هي الفطرة المعرية كثيرة جدا او كثيرة جدا او شائعة جدا اذا كلمة غورا معناها يا شباب اي اقرب غورا ان الحزن والهم سطحي الشعور لان الفرح والسعادة اعمق واشد وابعد عمقا لذلك الحصول عليه بيبقى بصعوبة شديدة عشان كده احنا سمناه قدرة وانتصار يا شباب سؤال رقم 6 يا شباب بيقول اي من الافكار التالية لا يتطابق مع فكر الكاتب في الفقرة اي من الافكار التالية لا يتطابق يعني معناها احنا هاجدنا اربع اختيارات الاختيارات الاربعة دول فيهم واحدة بس فكرة واحدة بس لا تنطبق الى فكر الكاتب في هذه الفقرة الفكرة الاولى كرهنا للحياة نتيجة منطقية لسطحية الحزن سعادتنا تعني نجاحنا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن ما اكثر ما نفرح لاحظوا يا شباب الفكرة الاولى بتقول ان احنا بنكره الحياة وهذا نتيجة منطقية لسطحية الحزن طبعا الفكرة دي موجودة عندينا لانه بيقول اقرب غورا من ادوات النفس التي نلمس بها الافراح تمام يبقى كرهنا للحياة نتيجة منطقية لسطحية الحزن موجودة سعادتنا تعني نجاحنا الفرح هو القدرة والانتظار تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن بغض الحياة اسهل من حب الحياة ليه؟ عشان الادوات النفسية اللي احنا بنلمس بها الحياة اعموا اشمأ واشيع واشد انتشارا يا شباب يعني معناها احنا بنقابل في الحياة صعوبات كثيرة جدا تمنع حصولنا على بغيتنا تمنع تحقيقنا لامالنا اللي هو بالمعنى اصح تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يزن الاجابة الصحيحة هي ما اكثر ما نفرح لان هي الموضوع اللي مش موجود عندينا في الفرحة بتاعتنا او بمعنى اصح في الفقرة بتاعتنا لان الفرحة دي احنا بنحصل عليها بقلة ليه؟ او لقلة آلامها النفسية او ادواتها النفسية خلاص بعد كده يا شباب دخلنا على فقرة جديدة هنا بيقول وكلمة او جملة في الفقرة السالسة واوحى بيه وارضى منه اشياء لا ارضاها من غيره في الفقرة السالسة تعني الجملة اللي موجودة قل اني اؤثر ابا العلاء واوحى بيه وارضى منه اشياء لا ارضاها من غيره يعني معناها انا بأميز هذا الرجل على غيره وانا قانع بذلك انا في غاية القناعة بذلك طب هو دي افكار مين يا شباب؟ هي دي افكار الكاتب العقاد من الاول والا هي دي فكرة دي الوقت خاصة الفكرة دي خاصة مين؟ فخاصة بالدكتور طاها حسين اذا الاجابة الصحيحة هذه الفقرة او هذه الجملة تعني ان نظرة طاها حسين للمعري نظرة متحيزة في بعض الناس هيقولوا لي طب يا مستر العقاد برضو نظرته متحيزة لاب العلاء المعري ولكن نحن نقصد جملة بعينها ابناء الطلاب نحن نقصد هذه الجملة التي قالها الدكتور طاها حسين وهي خاصة بهذه الفقرة على وجه التحديد السؤال رقم 8 يا شباب بيقول اني لا املي كتابا في البحث العلمي وجايب جملة تانية بيقول اسجل خواطر اثارتها عشرة ابن العلاء الجملتان مغزاهما ومضمونهما ليس واحدا مغزاهما ومضمونهما واحد الجملة الاولى تنوه الى ان كلام طاها حسين حقائق الجملة الثانية تنفي وجود الميل والهوى من كلام طاها حسين هو انا لما اقول اني لا املي كتابا في البحث العلمي هو سمات البحث العلمي ايه يا شباب ان الكلام يكون موضوعي ملتزم بحقائق علمية بعيدا عن التمييز او التمييز او المفاضلة او المحاباة الا على اساس علمي يعني معناها ما فيهش مشاعر ما فيهش احسيس لانه هو عبارة عن حقائق وهنا الرجل بين في الكلام ده الرجل بيقول انا لا املي كتابا في البحث العلمي وفي الجملة الثانية بيقول اني اسجل خواطر اثارتها عشرة قبل علاء يعني معناها في الجملة الاولى بيقول ان انا برضو بأسجل خواطر وفي الجملة الثانية بيقول برضو بأسجل خواطر لا يا مستر هو هنا بيقول البحث العلمي هو ينفي في بداية الجملة هو ينفي يقول اني لا املي كتابا في البحث العلمي بمعنى أن الأحسيس والمشاعر والأهواء والميول هتتدخل كلها يبقى إذن المغزى والمضمون في الجملتين واحد إذن الإجابة الصحيحة هي مغزاهما ومضمونهما واحد رقم 9 يا شباب بيقول لفرط حبه أبا العلاء في السطر الأول علاقتها بما قبلها لفرط حبه أبا العلاء هو مين ده؟ ده الدكتور طه حسين لفرط حبه أبا العلاء هيعمل إيه؟ هيتهم نفسه بالمحابة إذن علاقتها بما قبلها عزرا بما يليها اللي هي يتهم نفسه بمحاباته ودايما إحنا بيجينا علاقات التعليل يا شباب علاقته بما قبله هنا جايبينها متغير أو بأسلوب آخر شوية اللي هو علاقتها بما يليها وكذلك هي تعليل لأنه أتى بالعلة والمسوغ قبل القضية أو الكلام نفسه إذن العلاقة هي تعليل رقم 10 يا شباب بيقول أي من الجمل التالية ينطبق مضمونها مع مغزا ضمني للفقرة السابقة هو يعني معناها إن إحنا عندينا جملة من الجمل الأربعة دي يا شباب هذه الجملة ينطبق مضمونها ومغزاها الضمني للفقرة الموجودة قدامنا دي الجملة الأولى بتقول لا تنظر إلى شخصي ولكن ننظر إلى قولي أي يعني لا تنظر إلى شخصي ولكن ننظر إلى قولي يعني معناها نحن لا ننظر إلى الأشخاص ولا نقيمهم في أعيننا إلا عن طريق أقوالهم إذن الميزان هو القول ثم القائل بعدين بيقول لا نعرف الأقوال بالرجال ولكن نعرف الرجال بالأقوال طب ما هو المعنى الأول هو المعنى الثاني يا مستر بالضبط كده فتح الله لك المعنى الأول هو نفس المعنى الثاني والمعنى رقم به يعبر عن المعنى الأول في الكلام لا قياسة مع استثناء يعني معناها إن إحنا عندنا قاعدة من القواعد ولا يصح أن نقيص عليها لكن قد تكون لها استثناءات في الكلام لا ننفيها أبدا هذه الاستثناءات دال تكلم حتى أعرف أي يعني تكلم عشان أعرفك يعني معناها أنت من خلال كلامك من خلال أقوالك من خلال قضيتك اللي أنت بتدافع عنها أو كلامك اللي أنت بتقوله أنا هاتبين من أنت طيب كده الجملة رقم ألف وبدال كلهم بمعنى واحد آه بالضبط كده كلهم بمعنى واحد لكن الجملة المخالفة هي لا قياسة مع الاستثناء وهي طيب هي ليها مغزة ضمنة هنا يا أستاذ دي آه ليها مغزة ضمنة في الكلام طيب فين طيب إحنا لما ناجه نقول أن العقاد بيقول أن إحنا عندنا قاعدة جوهرية القاعدة الجوهرية بتقول إيه بتقول إن إحنا ننظر إلى ما قيل لا إلى من قال وهو بيقول إن قبل ثلاثين سنة في مذكراته بيقول إن أنا عبت على الناس اللي هم بيقولوا إن القاعدة دي تعمم فهذه القاعدة لها استثناء لأنه بيقول هنا إنها قاعدة لا يصح إطلاقها على كل حال فالكلمة تختلف معانيها باختلاف قائليها إذن هو بيقول إن إطلاق القاعدة إن الأقوال هي التي تعبر أكثر من تعبير القائلين ده قاعدة لكن لها استثناءات ولا يجوز أن نعمم على الاستثناء ولكن كذلك لا ينفع ولا يفيد أن ننفي هذا الاستثناء يا شباب إذن الإجابة الصحيحة هي لا قياسة مع استثناء فين الاستثناء اللي هو كلامه عن أبي العلاء المعرغي وأنه يجب أن ننظر إليه بأنه القائل ثم ننظر إلى ما قاله لأن هذا سيفرق معنا كثيرا سيدفعنا إلى ناحية أخرى طبما فين القاعدة القاعدة بتقول إن إحنا ننظر إلى القول ثم ننظر إلى الأقوال يبقى كده نظرتنا لأبي العلاء وأقواله خالفت نظرتنا إلى الأقوال وقائليها ولكن نحن نقيس ثم نستثني ولا ننفي الاستثناء ولكن القياس يكون على القاعدة هنا بيقول ولكني لم أسمها محاباتاً علاقتها بما قبلها هنا الرجل بيتكلم في السطر الأول يا شباب في آخر السطر الأول بيقول إن من المصادفات العجيبة إننا حبيت أبو العلاء وحابيته يعني فضلته على غيره على نحو قريب من هذا النحو يعني من هذا النحو الذي كان ينتهجه الدكتور طه حسين ولكني لم أسمها محاباتاً أنا ما سمتهاش تفضيل بل قلت إنها الإنصاف هنا في جملة ولكني لم أسمها محاباتاً علاقتها بما قبلها أي شباب نتيجة والله هي تعليل والله هي احتراف واستدراك والله هي تفسير إي رأيكم يا شباب الرجل بيقول إننا حبيت هذا الرجل وفضلته ولكني حتى لا تفهم خطأاً أنني حابيته وفضلته وهذا نقض منك لي لا تفهم ذلك أبداً لذلك أتى بهذه الجملة حتى لا نستدرج في الفهم الخاطئ بمعنى أن نحترس ونستدرك إذن الإجابة علاقتها بما قبلها احتراس واستدراك هنا جايب للمقال كله الشباب لأنه هو يطلب بعد كده مني طبعاً إننا أجيب عنوان للمقال كله وأظهر بمقال وأظهر بعنوان أو فكرة رئيسة للمقال كبكل يعني أجيب الأفكار طبعاً يقول العنوان المناسب للمقال السابق أبو العلاء المعرّي ووقعه في النفس ولا مصاعب واجهة أبو العلاء ولا طفولة أبو العلاء المعرّي ولا باكورة شباب أبو العلاء المعرّي إي رأيكم يا شباب هو المقال اتكلم على المصاعب اللي واجهت أبو العلاء المعرّي بس هو أصلاً ما ذكرش المصاعب دي يا شباب هو قال إنه هو الراجل مر بفترة تسمى باكورة فترة حياته مارس من خلالها أو رأى من خلالها مصاعب عدة وقولته ولا باكورت شبابه لا هو أبو العلاء المعرّي ووقعه في النفس هو أنسب عنوان يناسب هذا المقال لأنه بيتكلم على أبو العلاء المعرّي ووقعه في نفس العقّاد أولاً ثم بعد ذلك وقعه في نفس الدكتور طه حسين يبقى أبو العلاء المعرّي ووقعه في النفس التدريب الثاني يا شباب المقال الذي يلي ذلك بيقول ذكرت دراسة علمية أن أبحاث علم المتحجرات الهادف أن أبحاث علم المتحجرات الهادف إلى بحث التنوع البيولوجي الذي كان قائماً في الماضي يعتريها خلل في التوازن بين دول الشمال ودول الجنوب خلي بالكم مصطلح دول الشمال ودول الجنوب يا شباب مش المقصود به النحية الاتجاهية لا المقصود بهذا مصطلح كلمة الشمال تطلق على الدول المتقدمة علمياً والغنية اقتصادياً أما الجنوب الدول النامية علمياً والفقيرة اقتصادياً حسب ما نشر في المجلة العلمية نيتشر إيكولوجي أند إيفيوليشن وأوضحت بعض الدراسات أنه خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة وفر باحثون من الدول ذات الدخل المرتفع وخصوصاً أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية ما نسبته 97% من البيانات الأحفورية في العالم ولفتت إلى أنه غالباً ما يجري هؤلاء أبحاثهم في بلدان الجنوب من دون إشراك باحثيها المحليين منبهة إلى أن هذا السلوك الذي يشبه الإسقاط بالمظلات يؤدي إلى فهم مشوب بالتحيز للتنوع البيولوجي وتشكل دول الدومينيكان وبورما والمغرب ومنغوليا وكازاخستان نمازج للدول الأكثر عرضة لهذا الإسقاط بالمظلات إذ أنها بلدان غنية بالفقاريات بالإضافة إلى دول أخرى في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأشار الباحثون إلى أن العينات المتعلقة بعلمي الحيوان والنبات المكتشفة خلال الحملات الاستعمارية أرسلت إلى متاحف عواصم الإمبراطوريات المستعمرة وتركت هذه الممارسات بصماتها خصوصا أن هذه العينات لا تزال قيد الدراسة في بلدان الشمال كعينات العوالق التي جمعتها بعثة السفينة H.M.S.T.Langer التابعة للبحرية الملكية البريطانية عام 1858 ميلادية أو المتحجرات التي أحضرها شارلس داروين من جنوب إفريقيا أبي يقول المعنى الدقيق لكلمة يعتريها يا شباب في السطر الأول في المقال هل هي يصيبها ولا يتركها ولا يواجهها ولا يضعفها كلمة يصيبها احنا اتفقنا على أن المعنى يفضحه السياق بيقول الذي كان قائما في الماضي يعتريها خلل في التوازن بين دول الشمال ودول الجنوب إذن الذي يصيبها هو الإجابة الصحيحة بصوا كده يا شباب في السؤال اللي جيدة رقم اتنين بيقول التعبير الإسقاط بالمضلات في الفقرة الثانية هو تعبير اللي هو في الفقرة الثانية يا شباب اللي هو بيتكلم فيها بيقول أن مجموعة كبيرة من الباحثين بتعود دول الشمال بينزلوا بلدان دول الجنوب بس بيبقوا متعمدين أنه هم ما يشركوش الباحثين المحليين اللي هم بتعود بلدان الجنوب يعني وبتقول أن السلوك ده بيشبه تماما الإسقاط بالمضلات يعني هي كده أو كاتب المقال كده يا شباب هو مستحسن الكلام ده ولا هو بينجله بنحية موضوعية ولا هو بيقول أنه هو بينقض الكلام ده وبيرفضه إيه رأيكم يا شباب ولا الكلام ده في غير محله هو إيه يعني إن إحنا مجموعة من الباحثين ينزلوا بعض البلدان ويقوموا بأبحاث ويخفون نتائج هذه الأبحاث عن الباحثين محل المكان الكلام ده كله إيه الكلام ده طبعا فيه إيه فيه إغفال لدور البلد صاحبة البحث أو محل البحث في الكلام طبعا هتبقى التعبير الإسقاط بالمضلات هذا نقضي رافض لأنه يرفض المعنى البحسي بمعنى أنه هو بيرفض أن الناس أصحاب البلدان يكون على غفلة من هذا الأمر يبقى كده الإجابة الصحيحة اللي هي النقضي الرافض يا شباب رقم ثلاثة يا شباب بيقول إذ أنها بلدان غنية بالفقاريات في الفقرة الثانية في الفقرة الثانية علاقتها بما قبلها الفقرة الثانية يا شباب آدي آخر الفقرة الثانية بيقول إذ أنها بلدان غنية بالفقاريات إيه قبلها بيقول وتشكل دول الدومينيكان وغرما والمغرب ومنغوليا وكازاخستان نمازج للدول الأكثر عرضة لهذا الإسقاط بالمظلات يعني الدول المذكورة آنفا يا شباب هي من أكثر الدول اللي هي بيتطبق عليها موضوع الإسقاط بالمظلات اللي هو إغفال دور الباحثين اللي هم المقيمين فيها لأي طيب لإني بيقول لي إذ أنها بلدان غنية بالفقاريات يعني مليانة بالمادة بالمعلومات بالداتة اللي هي البحثية يبقى إذن علاقة جملة إذ أنها بلدان غنية بالفقاريات علاقتها بما قبلها تعليل يعني السبب أن البلدان دي هي أكثر عرضة لهذه الظاهرة أن هي أصلاً موجود فيها فقاريات اللي هي أصلاً الفقاريات تعتبر الباعث والمحفز لهذا البحث سؤال رقم أربعة شباب الفكرة المناسبة للفقرة السالسة الفقرة رقم ثلاثة اللي هي بتقول أشار الباحثون إلى أن العينات المتعلقة بعلم الحيوان والنبات المكتشفة خلال الحملات الاستعمارية أرسلت إلى متاحف عواصم الإمبراطوريات المستعمرة وتركت هذه الممارسات بصماتها خصوصاً أن هذه العينات لا تزال قيد الدراسة في بلدان الشمال كعينات العوالق التي جمعتها بعثة السفينة التابعة للبحرية الأمريكية البريطانية 1858 الفكرة الرئيسة يا شباب هل هي تاريخ علم الحيوان والنبات ولا من مظاهر اهتمام الاستعمار بالتنوع البيولوجي ولا الأبحاث البيولوجية على مدار التاريخ ولا أبحاث علم المتحجرات يا شباب رأيكم أنا أرى أن أنسب عنوان لهذه الفقرة هي من مظاهر اهتمام الاستعمار بالتنوع البيولوجي بالفعل استوى الرقم خمسة يا شباب بيقول وفر باحثون من الدول ذات الدخل المرتفع في الفقرة الأولى يعني العبارة أو الجم الذي موجود في الفقرة الأولى هل الجم الذي بتوضح أهمية البحث العلمي ولا هي بتنفي تدخل الاقتصاد في البحث العلمي ولا هي تبين دور الاقتصاد في البحث العلمي ولا هي الفرق توضح الفرق بين الدول الاستعمارية والدول الغنية إيه رأيكم يا شباب بيقول وفر باحثون من الدول ذات الدخل المرتفع إيه ذات الدخل المرتفع يعني معناها ذات الناتج الاقتصاد المرتفع يعني معناها إن هذه الجملة تبين وتوضح وتفسر وتظهر دور الاقتصاد في البحث العلمي اللي هو الاختيار رقم ثلاثة يا شباب أسلوب المقال السابق يا شباب هل هو أسلوب علمي؟ ولا هو أسلوب علمي متأدب؟ ولا هو أسلوب أدبي؟ ولا هو أسلوب ركيك؟ يعني أسلوب ضعيف يا رأيكم يا شباب الأسلوب العلمي من خصائصه أنه هو بيجيب حقائق علمية لا أقل ولا أكثر يعني بيدرج حقائق علمية أسلوب العلم المتأدب يأتي بالحقائق العلمية ثم يحاول أن يفسرها لنا عن طريق أساليب أدبية كلام أدبي أسلوب أدبي بيبقى أسلوب أدبي محط معناها أنه بيعتمد على الأساليب الأدبية يعني آراء بتعتمد على تشبيهات كلام مجازي وهكذا ولا هو أسلوب ركيك أي أسلوب ضعيف يا شباب إيه رأيكم؟ أرى أو أسمع من يهمس في أذني ويقول بأن الأسلوب هو أسلوب علمي متأدب والدليل على كذا أنه هو في اعتراضه على الجماعة الباحثين اللي هم كانوا المفروض أنهما يشركوا الباحثين أصحاب البلد معاهم لكن ما أشركهمش شبه الحالة دي كلها بحالة اسمها الإسقاط بالمظلات إنه هو طبعا يعني رافض للكلام ده ووصف بأنه هو مشوب بالتحيز فالكلام ده كله طبعا هو حقائق علمية لكن هو أراد أن يسهلها لنا يوسرها لنا عن طريق الأسلوب الأدبي فالأسلوب هو أسلوب علمي متأدب يا شباب مع سؤالنا الأخير يا شباب لهذه الحلقة هنا بيقول من الأسباب الرئيسة لعدم المصداقية في معلومات التنوع البيولوجي بيقول من الأسباب الرئيسة لعدم المصداقية في معلومات التنوع البيولوجي أهم حاجة يكون السبب ده مذكور عن دين في المقال يا شباب هل هو إغفال ثورة أصحاب المكان محل البحث ولا انصباب الدراسة البيولوجية على الحفريات فقط ولا إرسال العينات النباتية بدون توثيق ولا اختقار دول الجنوب إلى نوع الفقاريات يا رأيكم يا شباب طيب إحنا لو قلنا في ناس بتقول إرسال العينات النباتية بدون توثيق إرسال العينات النباتية بدون توثيق هو يعتبر مثال وسبب رئيسي لعدم المصداقية لكن هل السبب ده موجود عندنا في المقال يا شباب لا طبعا السبب ده مش موجود عندنا في المقال إذن إحنا عندنا طبعا الأبرز في الكلام ده كله اللي هو كان موجود في الفقرة التانية اللي هو إغفال دور أصحاب المكان محل البحث ليه يا شباب لأنهما كده ما فيش مصداقية ليه لأن البحث العلمي يعتمد على الزمان والمكان هم اهتموا بالمكان اللي موجود فيه الفقاريات لكنهم لم يهتموا بالزمن ليه لأن الزمن ده عاوز مواكبة وملازمة من أصحاب المكان من الباحثين المفروض أنهم ياخدوا حيثياتهم وأراءهم وأرقامهم التي قاموا بها على سبيل أنهم يكون عنديهم ايه شفافية طبعا في ايه شباب على سبيل أنهم يكون عنديهم شفافية في المعلومات اللي هم جمعوها من أجل هذا البحث العلمي خلاص هتبقى طبعا الإجابة الصحيحة اللي هي من الأسباب الرئيسة لعدم المصداقية في معلومات التنوع البيولوجي هي إغفال دور أصحاب المكان محل البحث وده كده السؤال الأخير يا شباب يعني نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون قد وفقنا في نقل المعلومات بطريقة تكون سهلة ويسيرة إلى أزانكم كان معكم محمد علي معلم أول اللغة العربية بمدرسة المتفوقين بالبحر الأحمر تحت مظلة البث المباشر لوزارة التربية والتعليم المصرية سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر